مرحب بحضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نروح للعالمين الجديدة مع جمعنا ماهر ونعرف معيها ايه الاخبار فخلونا نشوف مساء الفل عليك مرة تانية جمعنا مساء الخير عليك يا بسانت ومساء الخير على السيدة المشاهدين من جديد انا لسه معاكم من نورت سكوير مال في مدينة العالمين الجديدة وتقطيتنا المستمرة لفعاليات مهرجال العالمين في نسخته التانية زي ما كنتم نتكلم مع بعض يا بسانت في اللينك الفات الحية في فعاليات كتير جدا موجودة هنا وكان من ضمن اهم كمان الفعاليات دي طبعا استقبال كمان مهرجان العالمين لأبطالنا اللي شرفونا الحية في الأولمبيكس في الأولمبياد وكان لازم ان احنا نقول لهم شكرا ونقول لهم عايش زي ما بنقول كده بطريقتنا أبطالنا اللي شاركوا في الأولمبياد واللي الحية رفعوا اسم مصر كانوا موجودين هنا في مدينة العالمين يمكن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي ومشاركة الأبطال كمان مع وزير الشباب والرياضة وفيه فعاليات كتير جدا يبسانت خلال الأسبوع ده بقى فعاليات رياضية الحقيقة لو هنتكلم على بطولة حريفة المدارس دي كمان مهمة جدا هتكون موجودة في مهرجان العالمين في هذه النسخة هتكون على ملاعب سكور جراس يوم السبت 24 أغسطس فيه كمان بطولة قوية جدا بقى بس دي منافسة كرة السلة للمحترفين الحقيقة تلاتة لتلاتة في ملاعب سلام جام كمان هتكون موجودة كنا بنتكلم يا بسانت كمان الأنشطة الثقافية موجودة وبشكل قوي كنا بنتكلم على وجود الفرق التراثية والعروض التراثية اللي موجودة هنا والفنون الشعبية اللي موجودة هنا كمان في الحقيقة فيه خلينا نقول ملحمة إنسانية من الفلكلور الشعبي المصري وعرض غنائي استعراضي كمان في أول عروض مصرحية ليه عريس البحر للمخرج وليت طلعت هتكون على مصرح يو ثياتر مهرجان العالمين الجديدة يوم 27 أغسطس يوم الثلاثة فيه فعاليات كتير قوي قوي بسانت موجودة الحقيقة إن كانت زي ما دايما بنقول رياضية أو فنية أو ثقافية وكمان استمرارا كمان لتغطيتنا الفعاليات الرياضية هتبدأ بكرة أو هيكون في مؤتمر الصحفي لإعلان عن بطولة الأمم أي للفنون القتالية اللي هيكون كمان موجود فيه مهرجان العالمين فيه هذه النسخة وبسانت الحقيقة اسمحيلي وأنا موجودة باقي النهاردة والله يعني يمكن كرو القناة الأولى كله طول الوقت بشغال على قدم وساق زي ما بيروشن يقدر يغطي كل هذه الفعاليات اللي موجودة طول الوقت هتلاقي الكرو موجود في كل حتى بيحاول على قدم ويقدر ينقل السادة المشاهدين اللي بيحصل لحظة بلحظة وأنا بتكلم معيك دلوقتي عدى من جنبي زميل العزيز محمود جميل ورأس القراءة أولى محمود أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا عليك وسهلا وسهلا على بسانت طبعا وعلى كل السادة المشاهدين أنا مبسوط والله إن أنا موجود معيك في اللقاء ده يعني كمان مبسوطة بسانت محمود الحقيقة والله كل ما أروح مكان عشان أو أروح فعالية أو أروح اكتيبيتي أو أروح أي إيفانت موجود هنا من أول الناس اللي تبقى موجودة بيبقى محمود جميل حقيقة وطول الوقت هو موجود زي ما انا شايفين بصي ألوان التيشرت سوش ميزات يا بسانت حقيقة مبدا فيها هو الوحد وجايب لنا الصيف هنا بعرف المهرجان محمود الأول بحييت طبعا وسعيد أن انت بعايا هنا سعيد والله شكرا جمانة والله على اللقاء الجميل ده ويعني فرصة بجد أن أقولك شكرا أنا بس عايزة أقول حاجة قبل ما محمود يكمل أنه يمكن قبل ما بنتلع هوا أنا وانتي ساعات كثيرة بنتكلم نحضر له الحلقة مع بعض ويمكن نتكلمنا على الموجود الكبير قوي اللي بيعملوا الكرو أو كرو القناة الأولى في العالمين الجديدة واختصينا في الكلام محمود وكريم فأنا مبسوطة قوي بالصدفة الحلوة دي لأنه يمكن قبل الحلقة على طول كنا بنتكلم على الموجود الكبير اللي هم بيعملوه فمن هنا أرجوكي توصلي لمحمود يعني تحياتي وقوليله شكرا على المجهود الكبير قوي اللي هو بيعملوه كريم بيعملوه وكل كرو القناة الأولى في الحقيقة على قدم وصاق زي ما انت كنتي بتقولي جومانا ومحمود يعني زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي احنا اكيدا نرجع نتواصل مرة تانية مع جومانا ومحمود انه الكرو يعني بيعمل شغل كبير قوي في العالمين الجديدة اللي بينقلنا واحنا هنا في القاهرة احنا شايفين كل حاجة بتحصل في العالمين عايشين كل الأجواء وكأننا بالفعل موجودين هناك فالناس دي فعلا تستحق الشكر سواء انت كمان يا جومانا بتعملي مجهود كبير جدا عشان تنقلولنا الصورة الحلوة دي انا مش عايزة امسى حد اكيد فاطيمة خليل كمان وكل فريق عمل القناة الأولى اللي ما بيسبش يمكن فعليا أو لحظة من الصبح موجودين لغاية بالليل عشان ينقلولنا التفاصيل اللي بتحصل فيه أرض مهرجان العالمين الجديدة الفعاليات المختلفة سواء الرياضية الثقافية الفنية المصرحيات الحفلات كل ده مجهود كبير جدا بتقوموا بيه طول الوقت وقدرين ان انتوا تنقلولنا الصورة كأننا بالفعل عايشين معاكم هناك فأتمنى يا جومانا انك توصلي يمكن صوتي لمحمود وأكيد لو كريم شفتيه في أي وقت كمان قولينه